عندي السؤال هل القطع المستقيمة ألف باء والقطع المستقيمة جيم دال متطابقتان؟ بمعنى أن طول القطع المستقيمة ألف باء يساوي طول القطع المستقيمة جيم دال طيب وين ألف باء وين جيم دال على خط الأعداد؟ عندي ألف باء هذا ألف وهذا باء طولهم يساوي كم؟ وحدة واحدة يساوي واحدة طيب طول جيم دال هذا طول جيم دال هل هذه جيم و هذه دال؟ هذا طولهم يساوي كام أيضا؟ واحد إذن لهما نفس الطول لاحظوا معي ألف باء طوله واحد جيم دال أيضا طوله واحد إذن لهما نفس الطول هل هم متطابقان؟ نعم متطابقان ننتقل عن إلى سؤال آخر يسألني أيضا نفس السؤال هل القطع المستقيمة ألف باء والقطع المستقيمة جيم دال متطابقتان؟ بمعنى أن طول القطع المستقيمة ألف باء يساوي طول القطع المستقيمة جيم دال تعال نشوف ألف باء ألف عند سالب خمسة وباء عند سالب واحد كم طولهم؟ كم الطول اللي بينهم؟ تعال نشوف من ألف إلى باء واحد اثنين ثلاثة أربع إذن طوله أربع وحدات والطول بالموجة وليس بالسالب إذن طوله أربع وحدات طيب جيم دال هذا الجيم وهذا الدال طول بينهم كم؟ وحدة واحدة طب هذا طول أربع وحدات وهذا طول واحد إذن هل هم متطابقان؟ لا ليس متطابقان إذن طول ألف باء يختلف عن طول جيم دال لأن طول ألف باء أربع وحدات أما طول جيم دال وحدة واحدة ننتقل أيضا إلى سؤال آخر يسألني أيضا هل القطعة المستقيمة ألف باء والقطعة المستقيمة جيم دال متطابقتان بمعنى أن طول القطع المستقيمة ألف با يساوي طول القطع المستقيمة جيم دال تعالوا نشوف ألف با ألف با هذا الألف وهذا البا الألف عند سالب واحد والبا عند واحد كم طولهم؟ هذه واحد اثنين إذن طول هذا وحدتين أو اثنين طوله الجيم والدال طوله واحد اثنين ثلاثة إذن هذا طول وحدتين وهذا طول ثلاث وحدات في اختلاف هذا اثنين وهذه ثلاثة طب هل هم متطابقان؟ هل لهم نفس الطول؟ لا ليس متطابقا وشكرا